ثمان مرات تعركت فيها الحيوانات مع الخصم الخطأ من المعروف أن القانون السائد بين الحيوانات البقاء للأقوى ولهذا سنعرض عليكم معارك حيوانية خاطيرة جدا تعركت فيها الحيوانات مع الخصم الخاطئ لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ أنثى النمر ضد التمساح في الهند في حديقة رانثانبور تم تصوير هذا الفيديو المدهش حيث أنه كان هناك أنثى النمر التي تدعى ماشلي تمكنت من قتل التمساح يصل طوله إلى 14 قدم ونتيجة للعنف الذي أظهرته تعرضت إلى كسر اثنين من أنيابها بالإضافة إلى أنها استطاعت قتل التمساحين من قبل وهذا ما جعلها مشهورة جدا ولكن لسوء الحظ تعرضت للوفاة في عام 2016 بسبب كبر عمرها حيث وصل عمرها إلى 20 عام ومن المعروف أن عمر النمر يتراوح ما بين 2 إلى 14 سنة وما ساعدها على الوصول إلى هذا السن حسن الرعاية والتربية ممن كانوا يعملون في الحديقة سابعا الشامبانزي ضد الركن في عام 2012 لم يتمكن حيوان الركن هذا من الهروب من قطيع الشامبانزي بعد أن اجتمعوا حوله استطاع أحدهم تصوير هذا الفيديو الذي يظهر فيه حيوان الركن وهو يتم ضربه وإلقائه بعيدا من قبل أحد أفراق قطيع الشامبانزي ولكن لسوء الحظ واحدا من الشامبانزي استطاع أن يمسكه من زيله وقام بتدوره في الهواء بهذه الطريقة وبعد مرور فترة استطاع الهرب من بين أيديهم بعد أن تلقى درسا لن ينساه سادسا دبور العنكبوت ضد عنكبوت الرتلاء يعتبر عنكبوت الرتلاء واحدا من الكائنات التي تصيب كل من ينظر لها بالقشعريرة له القدرة على تناول السحال والفئران والطيور الصغيرة ولكن تمكن دبور العنكبوت من افتراس هذا العنكبوت المخيف ففي عام 2017 استطاع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات التقات هذا الفيديو الرائع حينها أكد العلماء أن هذا الدبور يتمتع بقوة كبيرة تجعله قادرا على القضاء على العنكبوت بالرغم من أن العنكبوت يفوقه في الحجم يستطيع أن يشل حركة العنكبوت وهذا ما جعله يتفوق عليه يعتبر التمساح واحدا من الكائنات البرمائية التي تستقر في المياه حتى تقترب الفريسة بسبب العطش وحينها ينقض التمساح عليها ويلتهمها لكن ما حدث في عام 2017 وتم تصويره في هذا الفيديو يؤكد لنا أن هذا الشيء ليس بالضروري أن يحدث كل مرة انظر كيف استطاع الفهد القفز في المياه وقام بخنق التمساح بقوة ما سبب له الوفاة على الفور رابعا حمار وحشي ضد ظبي بري يمتلك الحمار الوحشي قوة كبيرة تجعله قادرا على تزديد ضربات مؤلمة لأي حيوان يقف وراءه أو يحاول الاقتراب منه حيث أن الضربة الواحدة منه من الممكن أن تفقدك الوعي أو تتعرض لنزيف داخلي يتسبب في موتك ويمكنك أن تتأكد من هذا الشيء من خلال هذا الفيديو الذي يوضح كيف استطاع هذا الحمار الوحشي من تزديد ضربة قوية في وجه الظبي البري ما جعله يسقط على الأرض على الفور هذا المصور يضع كريستوفر كارتو وفي عام 2015 شهد موقفا غريبا جدا حيث أنه تمكن من التقاط صور لمجموعة من الغريلات التي كانت موجودة على قمة الجبل البركاني المعروف باسم رواندا استطاع التقاط هذه الصورة لغريلا يصل وزنها إلى 550 رطل ويتسدد لكمة قوية بيديها تجاه رأس هذا المصور ويقال إن الغريلا كانت ثاملة بسبب تناولها مشروب جزع الخزيران ولكن لحصن الحظ رفقاءه تمكنوا من إنقاذه من الغريلا قبل أن يواجه مشاكل عديدة ثانيا أسد ضد فيل ضد وحد القرن في عام 2018 استطاعت مجموعة من المصورين التقاط هذا الفيديو الغريب الذي كانت تظهر فيه مجموعة من الأفيال وقطيع من وحد القرن ومجموعة من اللبؤات في مكان وحد في البداية حاولت الأسود إفتراز صغير من قطيع وحد القرن وحينها كان يقف فيل كبير بالقرب منهم إن دفع أحد أفراد قطيع وحد القرن للدفاع عن هذا الصغير حينها لاحظ الأسود أن الفيل يقترب منهم وهذا ما جعلهم يركضون على الفور وفيما بعد لاحظ وحد القرن أن الفيل يقترب منه ولهذا لم يتردد وقام بتزديد ضربة قوية بقرنه للفيل والأمر المدهج أن وحد القرن استطاع التغلب على الأسود والأفيال معا في هذه المعركة هنا يمكن أن ترى كيف تمكنت مجموعة من القطة من الوقوف أمام هذا الكلب الضخم وتمكنوا من تزديد العديد من الضربات المزعجة له على وجهه وجسده ولكنه لم يتمكن من عمل أي شيء معهم ما يدل على مدى قوتهم وشجاعتهم في التصدي له وهذا فيديو آخر لقطة واحدة تقف بين كلبين وبالرغم من ذلك إلا أنها استطاعت دفعهما بعيدا والهرب دون أن يتمكن أي منهما من تزديد ضربة لها والآن أتمنى أن يكون الفيديو قد عجبكم أراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة